بقى عمرت ناس بتكتب الأصنصرات الطعوة بقى كده كان جوابين الشكاين فعمر عاطف عمل الصح أهلا بكم أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنف قناة خصصناها بالكامل لعالم جريمة لكن بنقدم النصيحة بنقدم العزة وأهم درس بنحرس عليه إن احنا لازم نتعلم من أخطاء غيرهم جريمة بشعة حدثت في أسيوط مع مدير بأحدى الشركات المتخصصة في تركيبات المصاعد الكهربائي اللي هو الأصنصرات مهندس أطلقوا عليه في أسيوط شهيد الغدر وهو فعلا اتغدر به المهندس اسمه عمر عاطف شاب بيتمتع بالأخلاق الحسنة الكل بيحبه جدي جدا في عمله ما بيقبلش التهاول لأن شغلة الأصنصرات دي أعمار ناس تخيلوا ناس بتركب أسنصير لقدر الله لو فيه إهمال أو فيه خلل في الأسنصير ممكن يحصل أعمار كل اللي راجبين في الأسنصير ممكن يكونوا عشر ممكن يكونوا خمستاشر كله هيموت الأسنصير بيطلع للدور العشرين والتلاتين والخمستاشر وفي أسيوط على فكرة فيها أبراج لو حصل أي خلل في الأسنصير ممكن يوعى كل اللي فيه يموت فمسؤولية كبيرة وعمر عاطف لا يتهون أبدا في شغله جدي جدا صعيدي مخه فعلا شغله وعمله وبيته وزوجته هم دور كل أولوات حياته وبيدي لعمله كل مكهود وكان ناجح جدا وشاب صغير وكان مدير في أحد الشركات الخاصة لتركيب المصاعد الكهربائي كان عنده اتنين موظفين في الشركة واحد اسمه شحاتة وواحد تاني اسمه محمول اللي اتنين دول مستهترين شايفين تركيب الأسنصيرات ده حاجة يعني إهمال لا مبالاة أنظرهم مرة واثنين وعشرة يدي ملحوظات ما بيعملهاش ركب دي شيل دي حط دي أمن على دي اعمل صيانة دي مش عايزين يشتغل آخر مغلب راح كتب فيهم مذكرة وتم فصلهم من الشركة اللي عمل المهندس عامل ده صح ولا غلط صح طبعا احنا مش بنتكلم في حاجة ورقية بيكسلوا فيها بيعطلوا مصالح العمل بيعطلوا مصالح المواطنين نقول ماشي نحوالهم شؤون قانونية نخصم لهم يومين لكن احنا بنتكلم في أعمار الناس وأروحها ماينفعش يكون في تهوم مع اتنين شغالين في تركيب أسانسيرات أو مساحة قاربائية وهم كل حاجة بيعملوها بلا مبلاء حاجة كانت مؤسفة جدا فالتنين لما تفصلوا حملوا المهندس عامر عاطف مسؤولية قطع عيشه انت اللي ما حافظتش على أكل عيشك مش المهدس عامر المهدس عامر ما فصلكش من الشغل يتسبب في طردك علشان انت مثلا بينك ومنه خصومة لانك انت احملت في عملك احملت في مقتضيات وظبتك لابد اعمل الصيانة الصحة ولا شغال صح واخلاقك واسلوقك في العمل اللي كله بيشتك منها فالعامر عامر هو اي مهندس اللازم يعمل كده بالعكس لانه ما عملش كده يبقى هو اخل بمسؤوليات عمله ومهم وظيفته ده عامر مصطفى اذا ما عملش عامر عاطف اذا ما عملش كده فعلا كان المفروض يتحاسب ويتجاز ازاي اتنين زي دول شغالين في الشركة وانت مدير فيها فعمر عاطف عمل الصح المهم عامر عاطف كراجل مهندس ومهندس كبير ومدير رغم انه شاب وفعلا فاصولت لما سموه شاهد الغدر هو فعلا قتل غلا وغدرا يعني لما شوفه منظر ولاده عنده اطفال صغيرين وهو شاب في مكتبال العمر تحزن عليه وزوجته ربنا يصبرها واحسن حاجة نقابة المهندسين لما قرموا زوجته اولاده وعطتهم درع النقاب المهم فيهم من الايام رن عليه تليفون لا واحد بيكلمه ايبش مهندس عامر ايوه بعد اذنك عندنا برج في نزلة عبدالله بقى سيوت تعال هشوفه بعد اذنك عشان عايزين نركب اصنصير ده اكل عيش وده شغلته خد العنوان وخدرك موبايل وراح البرج اللي هو محتاج انه هو يركب فيه اصنصير ويشوف كان عايزين تلقى اصنصيرات في البرج ده راح يعاين قاله طب نطلع فوق بقى وتشوف الغرفة بتاعت اللي تحط فيها الاصنصير ولو فيها مواصفات فطلع معهم اول ما طلع لا اللي قاعد شحاته ومحمود ايه ده ايه اللي جابكم من اجلوه ده انت اللي جيت لنا بيننا وبينك حساب يا بش مهندس حساب ايه انتو في ايه وقال له انت اجيه عشان نصفر حسابات انت قطعت ريزنا وزي ما قطعت ريزنا هدقى اطع رقابك حاول يجري شمال يمين راح واحد علجه على دماغه بقبضة المسادسة والطبانجة اللي معاه وقع على الارض ابتدوا ينغزوا فيه اطعوه وبقى كده كان جوابين شكاير وراحوا حطينها ونزلوا في عربية المش مهندس اصلا المهندس عمر عاطف كان رايح بعربيته حطوا جسطه في شنطة عربيته وطلعوا على النيل في قرية اسمها قرية الوسطى وراحوا رمين جسطه في النيل وغير كده خدوا المحفظة وخدوا الموبايلات فتحوا المحفظة ودي برضه من الاخطاء اللي كتير بيعملها كالفيزة في المحفظة وفيها الرقم السري وانحن قلنا يا جماعة الرقم السري ده خزانه عالتليفون خلي الرقم السري عالتليفون احفاظه يا اخي خليه تاريخ ميلادك تاريخ ميلاد حد من اولادك تاريخ جوازك لو بتحب امراتك اي حاجة لكن تكتب الرقم السري وتخليه مع الفيزة في المحفظة من المحفظة لو السريت او اتناشرت او اتخطفت هيروح بسرعة يصرف بيا بالفعل فتحوا المحفظة لاجوا الفيزة بتاعته ولاجوا الرقم السري راحوا على مكانة من بنك الاهلي صرفوا 10 تلاف جنيه وراحوا بقى استرافوا في الموبايلات وكده هم خلصوا على المهندس وخدوا حقهم ونوخة نظرهم وإحنا كده خلصنا طرنا هو تسبب في فصلنا من الشغل وإحنا تسببنا في طرده من الدنيا ده بنفس احترافاتهم في النياب جال هو فصلنا من الشغل وإحنا طردنا من الدنيا كله شوف يعني مهملين اتنين من كمه الإهمال وعدم مراعاة للجمع تعيشهم وفي الآخر لما المهندس وحبت الله عليه عمر عاطف خد الإجراء المزبوط وطردهم جم يقتلوا يقطوا ويرموا في النيل يعني لهم عايزين يشتغلوا ولا عايزين يسيبوا الشغل وكمان بينتقم ومهندس شايف شغله محترم جدا لما نشوفها الصوت كلها حزنة على المهندس عمر عاطف وولاده ومراته الله يصبرهم يعني شيء محزن طبعا تم اكتشاف الجريمة ازاي الأب أبو المهندس عمر وصورته اختفى يوم اتنين راحهم مقدمين بلاغ السيد اللواء منتصر عويضة كان مدير مباحث أسيوت أمر بتشكيل فريق بحث بسرعة بالفعل تم البحث في حالة غياب المهندس عمر عاطف ابتدوا الشكوك تحوم حول اختفاه لأنه فعلا أخر مرة الموبايل كان فيه رسالة مع عمراته أنه هو جاي في الطريق بسرعة نازلت عبد الله يعاين برجي عايزيني لكي وصنصير في الوقت ده كانت زامن أصول الصيادين على جثة ماتولة في نهر النيل بالمواصفات للزوجة والأب على المهندس ابنهم عمر عاطف تم مطبقتها اتعرفوا على جثة ابنهم ابتدت بقى الشكوك تحوم حول الاثنين دول اللي كانوا بيهددوا في الشركة انت قطعت عشنا وإحنا هنعرف انتجا منك تم القبض على شحاته وعلى محموده الاثنين دول فنيين مصاعد داخل الشركة اعترفوا اعترفات تفصيلية أنهما استدرجوه لنزلة اسمها نزلة عبد الله في أحد الأبراج وفعلا ضربوه وقتلوه علشان ينتقموا منه لانه كان السبب فيه فصلهم من الشركة احنا بنقول يا جماعة ما تبقاش مهمل والطالب ان انت تبشتغل انت لو بتشتغل وبتراعي لوم تعيشك ما كنتش فصلت من الشركة لكن ده قطاع خاص يا جماعة قطاع الخاص يعني تشتغل تقبط ده مش حكومة مش انتخة تقعد على مكتب وتنام وتغيب وزمالك يمضولك قطاع خاص عايز مرتب يبا احنا عايزين منك شغل وحنا بناخد منك شغل اكتر من مرتب انت بتاخده هو ده فكر القطاع الخاص ده شكل تركيبات مصائد يعني عمل قطاع خاص مش حكومة وبتالي لما تشتغل لازم ان تمزل مكهود ولازم ان تعرق علشان لما تعرق تاخد مرتب لكن تقعد وتأنتخ وتقول اخد فلوس ده مش شغلة حكومية ما اعتذرنا طبعا للحكومة او للوزافة الحكومية الوزيفة الواحدة فيها عشرة لما تنين يغيبوا ولا تاتا بحدش بيحس بهم وزمالهم بيمضلهم او تاخد عرضة ومرض وكلام فاض ده قطاع خاص فالمهندس عمر اللي عمله صح انتم اتنين مهملين لازم تتفاصلوا ده عمر الناس بتكتبع لصنصرات وبدل ما تراعوا له متعيشكم وتبتدوا تشتغلوا صح بتفكروا في الانتقام منه رمال يزوجته يتموا ولاده لسه اطفال وفي الاخر يقول لك احنا كده هو تفاصلنا من شغلنا احنا طردناه من الدنيا كلها يعني انتقام غريب وشغل يعني لو كان طردهم هم مشغالين وهو بيتلزع عليهم كنا نقول ده حرق قلبه مع الوظيف لكن المشكلة انتم نفسكم عارفين انتم مش مش شغل ودائما بتتهربوا من الشغل ولو طلب منكم صينات اي اصنصير ما بتعملوا هالصح وفي الاخر زعلانين طبعا من شاطر اسرة المهندس عمر عاط المواسعة ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة هو فعلا زي ما سموه في الصوت شهيد الغدر وكانت جنازة جنازة كبيرة جدا لانه شابه صغير بيرعى له متعيشه وفي الاخر يموت غل من اتنين اصلا فشلة فنيين مصعد تركيب بصنصيرات احنا بنقول يا جماعة لازم نتعود ان احنا في زمن دلوقتي اللي يشتغل هو للمجال مفتوح اللي ما يشتغلش ملوش مكان خلاص الانتخة بتاع الزمان والبلطاجة بتاع الزمان وان تشتغل ست ساعات ما تشتغلش في مغل نص ساعة وتقول انا اشتغلت الكلام ده انتهى من زمان رحمة الله على الشهادة عمر عاطف ربنا يصبر اهله وفي الاخر بنقول يا جماعة احنا لما نكون بنقد اللي علينا نبقى في الاخر نطلب المقابل لكن مدام ما قدناش اللي علينا ما نزعلش لما يقعنا العقاب ولله الامر من قبل ومن بعد اشكركم